يعني هذا العنوان العريض الكل يبحث عن السعادة وهي دائماً منحكي حالة وليس وجهة يعني الأشخاص اللي بيفكروا أنه بس أوصل لهذه الوجهة رح تكون حالته هو السعادة بيفقدوا يمكن معنى الرحلة بشكل عام شو أهم الأمور اليوم؟ أنت محضرة خمس نقاط رح نركز عليها عشان ما نشعب الحديث لأنه ووضوع كتير كبير مظبوط، الأول مفتاح من فتح السعادة هو مفتاح الحمد يعني إحنا في التطبيل الذات والمنتشر ككلمة هو الامتنان نعم فهو إحنا بالأساس في الديانات هو الحمد أنك أنت تحمد الله عز وجل على النعم اللي إحنا حوليك ألا كتير مننا بيستخدموا بقولوا الحمد لله بس بنحكيها كترديد ما بيعنوها آه يعني كترديد بغبغاء بتعرفي هذا الاستشعار الحقيقي إحنا ما بنكون حسينه فلما أنت تفقد الاتصال بالنعم من حوليك بتبطل حاسس أنه أنا إيش في عندي أنا ما عندي ولا إشي نعم ففكرة الحمد إشي كتير مهم يعني أنك أنت تكون ممتن عن جد وعم تحمد الله عز وجل على النعم ففي تبرين عندما يعني حتى بطلبوا بالناس بالجلسات الفردية أنك أنت أول ما تصح الصبح لساك على التخت يعني أنت ما قمت لساك فتحنا عنينا عد خمسة بدك تشكر الله عليهم خمس نعم بغض النظر شو هنه نعمة الصحة نعمة وجود كاسة مي نعمة إنك إطلعت مشوار مبارح على البرندة شربتنجان أخبي بغض النظر عد خمسة ولما تكون برضو بتتخت بالليل دك خلص بدك تنام اختار كمان حمدة تشكر الله عليهم كمان خمسة تشكر الله عليهم غير اللي اخترتهم الصبح وتاني يوم غيرهم وهكذا فيه ناس بيستهينوا بهذا المبدأ خلينا نوضح أكتر ليش نكون عنا متنان ليش يكون عنا حمد بالمعنى الصحيح هل أشوفي الفكرة الأساسية فيها أنه أصلا إحنا قانون إلهي قانون إلهي أنك أنت لما نشكر الله عز وجل نعمتك بتزيد صحيح فهي تجارة بإذن الله تعالى لا تبور مع الله هذا واحد اتنين علميا دانا والمشاهدين الكرام تشابكات العصبية تحت الدماغ أصلا بتختلف تتغير لما أنت تكون عم تشكر ولما أنت تشوف نعمك أنت الإحساس سبعك بيصير مختلف يعني إحنا المقدمة اللي حكيتو عن السعادة إشي كتير جميل الناس أول إشي بتفكر السعادة إشي بعيد كتير أو إشي مربوط يعني مثلا أنا برح أصير السعيد لما أتزوج لما أتخرج لما أغير بيتي لما أنت حتى اللما لما توصل لها أصلا ما رح تستمسح وما رح تنبسط حساس طيب وبعدين طلع هو هيك مش رح يكون عندك إشي الإشي الملموس فالسعادة مش حكي تنظير بإنه إحنا منقول هي من الداخل إلى الخارج مش العكس يعني فيه أشخاص حطيهم بقولك أنا بكون سعيد إذا بهاجر إذا بتجوز يروح يهاجر يروح يسافر يروح يغير حتى جوب وبشوف ناس حتى بالجلسات الفردية عن جد بسافر وبتفع بقجة جوحة برجع زي ما هو مثل ما هو برجع لأنه إحنا نفس البني آدم يعني إحنا نفس الدماغ رحنا فيها رحنا فيها هذا المشوار ورجعنا فيها فبالتالي إنت لما نقول إنه هي السعادة أقرب من حبل الوريد والسعادة من الداخل هذا حكي مش تنظير فتمرين أو مفتاح الحمد إشي كتير مهم أو إنك عن جد أنت تحمد الله تحمد الله على النعم الأساسية هلأ الناس إيش بتسوي عادة بتسوي لما تشوف حدا عنده تحدي معين بتقوم تتذكر إنها تحمد الله يعني مثلا نشوفنا حدا مريض مريض فإنه آي الحمد لله نشكر الله أنا بخير هلأ أوكي هذا لطيف هذا جيد جميل لكن هذا قصير المدى لأنه أنا بس أشوفه وأحمد خلص ثاني يوم ثالث يوم ما رح أتذكر فبالتالي إيش اللي بدنا نعمله عشان يكون بعيد المدى إنك إذا عندك تحدي بحياتك إنت اللي مريض أو بغض النظر نوع التحدي إنك إنت عم بتقارن التحدي تبعك بالنعم اللي إنت عندك ياها فهي مقارنة داخلية إنت بتشوف إنه آه والله أنا عندي تحدي بحياتي كان جسدي ولا مادي ولا معنوي ولا بأسري أو بعلاقاتي بغض النظر بالمقابل إيش ربنا معطيك نعم لما أنت تعمل هذا الميزان إلا ما تكتشف إنه لأ نعمه كتير أكتر من التحدي اللي أنا فيه بغض النظر عن نوع التحدي اللي إنت فيه فأول مفتاح هو مفتاح الشكر الشكر الله عز وجل على النعم اللي إحنا فيها هذا أول تمرين تاني تمرين أو تاني مفتاح هو مفتاح الاستمتاع الاستمتاع الفكرة الأساسية فيه إنه إنت تستمتع باللحظة بغض النظر إيش نوعها فيه ناس مثلا بيكونوا إنه بلاش نضحك أحسن ما إيش بده يصير نكفينا شرها الضحك الله يكفينا شرها الضحك فإحنا حتى لما نيجي نفرح بنبخلع حالنا إنا لأ إنت استمتع لأنك إنت لما تفقد الاستمتاع بالوقت إنت فقدت الاستمتاع يعني حتى فقدت الاتصال باللحظة خلاص بصفي الناس اللي ما عندهم مفتاح الاستمتاع يا إما أشخاص عايشين بالماضي يا إما عايشين بالمستقبل يعني يا عندهم كتير قلقانين طب بكرة أجدو يصير طب بعده طب أجدو يصير فيه فيا إما فيه قلق كتير عالي للمستقبل يا إما فيه مشاعر ألم بالماضي فبالتالي بيفئدوا لحظة الاستمتاع النسبية بالاستمتاع باللحظة زي ما حكيتي فيه ناس بيكونوا مستمتعين ناس يا قلقانين من اللي صار أو اللي رح يصير معتمد على شو عم نحكي عن عدم الأمان كلها دانا إلى علاقة بطريقة التفكير كلها أفكارنا لأنه إحنا مش منقول أنه الأفكار هي بتولد مشاعر ومشاعر بالتالي بتولد سلوك فأنت كيف أنت عم تفكر وين عم توجه أفكارك بدك تنتبه يعني الناس بتفكر أنه الفكرة مش هلقدي إلها تأثير بالآخر أفكارك هي اللي عم بتعطيك نتائج حياتك يعني فكتير مهم أنك أنت تسيطر على أفكارك فأول مفتاح حكينا مفتاح للحم الثاني مفتاح مفتاح الاستمتاع الثالث مفتاح الحب يا جماعة حبوا بعض حبوا بعض وعبروا عن الحب لأنه بتعرفي دانا هداك اليوم كنت عم بقرأ بكتاب كتير حبيت التفسير لأنه عم بحكي عن تعريف الاكتئاب طبعا ما بدي أخدخل بتعريف الاكتئاب بناحية علمية الهرمونات اللي نقصة إلى آخره لا بس تعريف الاكتئاب وفقا لهذا الكاتب كان إنه هو حزن شديد غضب شديد وحب قليل واستمتاع وفرح قليل في بساطة يعني إحنا عنا غضب وحزن كتير عالي وعندك حب واستمتاع كتير قليل فبالتالي إيش حيصير فيك حتصير إنت مكتئب وحزين وإحباط وإلى آخره وخزلان فالحب إشي كتير مهم بخلنا في التعبير عن الحب عشو كمان بيعتمد هي كلها إلها علاقة يعني بطريقة التفكيرنا بالتنشئة بالثقافة المنتشرة يعني حتى الطريقة المنربي فيها يعني أوقات بشوفه في بلاد صغار بيجي ببوز بتحديداً للذكور أنا بحزن عليها مصراحة في قصة الحب لأنه الطريقة اللي بتربى فيها ما بيعرف يندل بمشاعره بعدين لما يصير عمره 40 و50 من سين أنه لا عبر يعني مثلاً الموقف اللي أنا بتذكرته إجا الولد اللي الصغيري بوس إمه أوكي أول مرة مرأت له إياها تاني مرة مرأت له ثالثة ضربته وكفه وبعدين معك حل عني يا تقضلك ملزق بحض نزلمة إنت حبيبتي حتى لو هو رجل بس ما هو حتى بالمشاعر الحزينة أنت لا تبكي أنت مش عارف مين شو مالك في حرام بطلعه مش عارفين يتعاملوا يروحوا وين بمشاعرهم فالحب إشي كتير مهب إحنا نعبر عن الحب عادي إذا حدا بقولك بحبك رد عليه أحكي له شكرا مش إنه وإنت عبر بالمقابل يعني أوقات إنه طب ما أنت إمي أكيد عارفين أنا بحبك يعني مثلا الإبن إنه يا أمي قولي أنا بحبك طب ما أنت يعرفي إنه إمي يعني معقول ما أحب إمي أه بعرف أكيد بعرف أنك بتحبني وإنت إبني أو إنت زوجي إنت صاحبتي أكيد بنعرف بس التعبير عن الحب بغض النظر كيف ضرور نحنا لنا الخمس لغات الحب الطريقة المنعبر فيها عن الحب اللي هي الكلام أو الوقت النوعي أو الهدايا أو الجسد التعبط والتطبط والتلامس أو إيش الخمس إيه الخدمات وأنا رايح بجيب لك أو بيعيك من دريكلين وأنا راجع بجيب لك مش عارف مين فهدول اللغات الحب والأساس في الموضوع اللي عم بشرحه لأنه أصلاً نوع من أنواع العطاء يعني إحنا لنا ست أنواع من العطاء أهلا رح أحكي عن مفتاح العطاء الحب بدنا نحكي في لغة الطرف الثاني عن الحب يعني إذا دانا بتحب الوقت النوعي وأنا ما عم ب emerطي دانا وقت نوعي عم ب emerطي دانا بس كلام ما أحلاكي ما أحلاح الفلسطان عناكي بنوري حبيبتي يا روح اشتقتلك مش عارف مين بس أنا ما عم ب emerطي دانا وقت نوعي فبالتالي أد ما بحكي أد ما بحكي أنا لن أصيب الهدف مع دانا لأنه أنا كأني عم بحكي مع دانا روسي لأني عم بحكي مع دانا ياباني احنا نتحدث دائماً لغتنا مش لغة الطرف الآخر الطرف الآخر صحيح فمفتاح الحب شيء كثير مهم المفتاح البعض هو مفتاح الاندهاش الاندهاش يعني صدقاً هي نعمة أنه أنت تندهش طبعاً ما عم بحكي عن الصدمات عن المفاجأة عم بحكي عن الاندهاش الإيجابي نعم احنا كل شيء بناخده عادي يعني على مستوى حتى منروح مشوال شو يعني بالمشوار عادي منجيب حتى هدايا لبعض شو هالإشي العظيم الجبتيلية كله عادي فجماعة عمه عادي وخالته عادي أنتي عادي هذولا حياتهم مش قصة حتى عادية أقل من عادية فالاندهاش جماعة ندهجوا والناس تتكبر على الاندهاش نستنع الاندهاش لو الحياة ما بتدهشنا بظروفها بطريقة الإيجابية شوف كلهم بلا استثناء استنعوهم حتى يصيروا عندهم بالمبدأ إنه فاكت انتل يوميكت لما أنت يعني في حديث عن الرسول عليه السلام إنه الحلم بالتحلم إنه العلم بالتعلم إنك أنت بتسوي الأشياء لعن جد تقدر تطلع معك نعم بالآخر لأنه إحنا بالعكس بالمقابل لو إحنا مندهشين اللي عم بيصير عرض الواقع ما بعمم بس البعض بيكون عن جد مندهش بقوم بخبيه لأنه آه هلأ بشوف فكروني بالزات الاندهاش المادي فكروني بالشبعان إنه أنا ما بعرف لأي جماعة حتى لو إنت شبعان وإنت ابن عز وإنت ابن عيلة وإنت شايف وإنت طالع وإنت عامل بس برضو اندهش وبرضو عبر عن اندهاشك لأنه الاندهاش هو عبارة عن استمتاع هو عبارة عن حب هو عبارة عن فرح فمفتاح الاندهاش إشي كثير مهم إشي كثير ضروري وآخر مفتاح أحسنتي هو مفتاح العطاء العطاء أساسي أساسي جدا للسعادة والناس للأسف حاسر العطاء بالأشياء المادية على عيني وراسي الأشياء المادية مهمة وهو نوع من أنواع العطاء بس العطاء كثير أكبر وكثير أوسع من فكرة أشياء المادية واللي أنا عم بحكيه هو مفاتيح السعادة لإلك إنت عشان أنت تشعر بالسعادة بالأطمئنان بالراحة ومفاتيح للعلاقات يعني أنا كل اللي عم بحكيه هي مفاتيح أنك أنت لما تثري علاقاتك أنت أصلا تشعر بالسعادة طريقة Yeah! فالنوع من أنواع العطاء الماضي والعطاء الماضي أنا عم بحكي عن العطاء داخل الأسرة يعني إنت عم تعطي مسروف لابنك إنت عم تعطي مسروف لزوجتك إنت عم بتساعدي زوجك فالعطاء الماضي ما بين الأسرة طريقة اللي إحنا بنعطي فيها الفلوس أوقات بتخلي هذا العطاء يوقفون بالحنجرة يعني ماسّلا يجي ابنك يهب يهب يهب! ي scratch ما ما عطيني مصروف اليوم تقومي تزدي له الله تقومي تتحملي ميتة جميلة عليها تقومي تتفوضي وتفاصلي ومش عارفة شمالة تسألي لايش؟ يقولك والله جعبالي اشتري اشي اشتري طابة تقدم انتي بالنسبة للموضوع كثير تافه شو هالسخافة؟ شو هال مش عارفة مين؟ لجماعة نحنا احنا اولويات مختلفة حتى مش كأطفال دانا بين الزوج والزوجة بين الخوات نحنا اولويات مختلفة اهتمامات مختلفة رغبات مختلفة فبالتالي لانا من نسبة لي اولوية بدي ادفع عليه فلوس بالنسبة لليلك كثير تافه استنى من عقلك انتي عم بتضيعي فلوسك هون اذا نسري عن العطاء المادي عشان العطاء المادي والعطاء بالمعلومات عم نحكي عن عطاء المعلومات مش الخبراء عادي امك اجد سألتك ماما علمني على الموبايل هذا عطاء انت تملك المعلومة انت بتعرف اشي مرتك ما بتعرفه هذا عطاء المعلومات عنا عطاء الشكر يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله فشكراً شكراً شكراً تعلموها هداك اليوم واحدة بتقول لي سهنة انت كتير تتعاملي برسمية ضالك تحكي شكراً مين قال انه اذا احنا اذا منحكي شكراً وعفواً واذا سمحت له سمحت معناها رسمية بالعكس دول كلمات سحرية كلمات فيها محبة وعننا عطاء المديح اني انا امضح الناس الاطراب في الشخص اللي عنده ذكاء اجتماعي وذكاء عاطفي بيطلع سبع اطراءات باليوم مش بالثانية جماعة حاضر بحياة الاشخاص واخر عطاء هو عطاء الحب وقردي هو واحد من هدول المفتيح فالسعادة كتير قريبة علينا هي من الداخل الى الخارج جربوهم مش حكي نظري لما انت عن جد تمارس هذا الحكي ويتحول الى نمط حياة انت رح تقدر تحس بالسعادة الحقيقية اللي هي الراحة البال الاطمئنان السلام الداخلي وتثري العلاقات من حولك ان شاء الله سنتخير على الجميع ان شاء الله وعليك ايضاً اذا شكراً لوجودك معنا سنة سالم مدربة مهارات حياتية